لسن نمبر ايد كان ديفايدنج العيدي اللي هو ديفايدنج وزوت ريمين النهر اللي حناخد ديفايدنج باي ادسمال لما يكون عندي مش باي هول نمبر ديفايدنج باي ادسمال بيبقى عندي نمبر زي مثلا 32 ديفايدنج نمبر باي ديسمال او يكون عندي ديسمال باي ديسمال لو عندي مسلا 3.2 الاتنين هنحلهم بنفس المسوض نفس الطريقة ايه هي الطريقة اول حاجة لازم اتخلص من الديسمال بوينت يعني ايه اتخلص منها يعني أحول الديسيمال نمبر ده لهول نمبر عشان أعرف أعمل ديفايد عشان هشتغلها لونج ديفيجن عادي جدا طيب دي ثيرتي تو ديفايدنج بوينت فور طيب لو أنا حولت الديفايدنج دي الحاجة تانية لو أنا قلت ثيرتي تو عملتها كده اوبر بوينت فور مش دي كده كأنها فركشن ينفع أنا دلوقتي عايزة أتخلص من الديسيمال بوينت دي يعني قلت خلص منها أحول الـ .4 دي أحولها الهول نمبر يبقى أعمل إيه؟ هعمل لها times 10 عشان حركة ديسيمال بوينت بتاعتي وتتحول لفور طيب ينفع في الديفايد أو في الفركشن أعمل times 10 في الدينوميناتر ومعملش times 10 في النيمريتر مش هتطلع لي إيكول هيبقى 32 divided point 4 times 10 هل هي هي 32 divided point 4؟ يبقى اي حاجة هعملها في الديوميناتر لازم اعملها في النيوميريتر نفس الحكاية لو عندي الساين بتاعت الدفجن هنا اي حاجة هعملها في any part of this two parts هعملها في الpart التاني على طول عملت مثلا هنا times 100 هعمل هنا times 100 اي حاجة هعملها في الديفيدن هعملها في الديفيدن اي حاجة هعملها في الديفيدند هعملها في الديفيدند. طيب انا عايز حركة هنا. هعمل لها. طيب ينفع عمل هنا. ومع مش هنا. يبقى زي ما حامل هنا عشان حولها. هعمل هنا كمان. اتحولت المسألة ل خلاص بقت مسألة عادية او عادية كمان مش. هعمل كده. وعمل لها وطلع الرزل. طيب لو هي. انا عندي هنا. عايز عمل لها ريموف. هعمل ايه? هعمل لها موف باي. وان ديجت تو دا رايت. هعمل لها موف وان ديجت لي. لان هي اصلا فور تنز. فور من وان بورت من وان ديجت. من وان ديسيمال بورت. فور اوفر تن. كأنها فور اوفر تن. طيب انا عشان امشي التنزي. التنز دي مسلا هعمل ايه? هعمل لها تايمز تن. هتتحول ل ايه? هتتحول لفور. ولازم كمان اعمله تايمز تن. يبقى ثري بوينت تو هتتحول لثيرتي تو. بقى ثيرتي تو ديفايدت فور ايكوال ايت. ولو انا جبت الكالكوليتر مسلا وكتبت عليها ثري بوينت تو ديفايدت زيرو بوينت فور. هتديني برضو. نفس الريزلت هتديني ايكوال ايت. طب تعالوا نجرب لو احنا عملنا ايت تايمز فور. مش المفروض تديني نفس الرزلت دي. مش الديفايد عكس التايمز. لو انا المسألة بتاعتي ثري بوينت تو ديفايدت بوينت فور. المفروض ان انا عشان اعمل تشيك للانصر بتاعتي اقول ايت تايمز بوينت فور. ايت تايمز فور ايكوال ثيرتي تو. انتبوت ديسمل point after how many digits after one digit. from the right. طلعت لي هي هي ثري بوينت تو ولا لأ. طلعت هي 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 بقى ما answer is right. طب ايه الاكزامبل الثانية اللي على الديفايدنج باي ديسمل. هنا عندنا فورتين بوينت وان ديفايدت باي وان بوينت فورتي وان. انا هنا عندي الدسمل point two digits. two decimal points. two sorry two two decimal numbers. عندي هنا الدسمل point وفيه two numbers beside the decimal point. لكن هنا عندي one number. انا لازم اعمل ريموف للدسمل point. لازم ما خليش ولا واحد فيهم في دسمل point. يبقى هعمل ايه? انا لو عملت تايمز تن عشان اعمل ريموف للدسمل point دي وتبقى وان هندرد فورتي ون. وعملت هنا كمان تايمز تن هتبقى ايه? هتبقى مش هتبقى هتبقى 14.1. يبقى انا لسه عندي ديسمل point. يبقى انا متخلصتش منها خالص. يبقى حامل ايه? مش هعمل تايمز تن بقى. انا حعمل تايمز a hundred. for the two numbers. the two numbers دول هعملهم تايمز 100. كل واحدة فيهم لوحدة. يبقى 14.1. times 100. move the decimal point two digits to the right. يبقى نحرك الدسمل point. حركتها one. بقى عندي الone هنا. هحركها ديجت كمان هعمل ايه? كأني بقول 141. times 10. يبقى 1410. هنا عندي one point 41. هعمل لها times 100. يبقى move the decimal point two digits to the right. يبقى هتبقى one four one. اللي هي 141. وتبقى برضو عادية جدا. one thousand four hundred and ten. dividing 141. هتطلعننا الرزلط طبعا ايقوال 10. لانه ten times 141 equal one thousand four hundred and ten. في ماني اكزامبل طبعا عليها. هنا three and one over eight. eight divided point one hundred twenty five. the fraction وده decimal. اعمل لهم divide ازاي? انا عايز اعمل remove the decimal point. تمام. بس انا هنا اصلا ما عنديش decimal point. فباشوف مين فيهم اللي ينفع يتحول للتاني. الدسمل يحولون fraction. واعملها بقى بالطريقة بتاعتنا العادية بتاعت dividing fractions ولا fraction يحولوا الدسمل. طب هنا عندي denominator بتاعنا eight. طيب مش ال eight ينفع حولها. ال one thousand مش ال eight. بتحب ال one hundred twenty five. الرزلط بتاعتهم one thousand. يبقى حنقول حنحول ده لديسمل number. three and one over eight. هنعمل ايه؟ نسيب الثري زي ما هي الهول نمبر نسيبه زي ما هو. ونقول ال eight times one hundred twenty five equal one thousand. والone لازم عندما عملت في ال denominator لازم اعمل في ال numerator. ال one times one hundred twenty five equal one hundred twenty five. خلاص. عشان دي كده ينفع نحولها الدسمل. هنحولها الدسمل ازاي نكتب الثري اللي هي الهول number وبعدين نحط الدسمل point ونكتب one hundred twenty five. يبقى دي كده three point one hundred twenty five هي هي equal three and one hundred twenty five over one thousand. وبعدين اكمل بقى المسألة بتاعتي. هاخد three point one hundred twenty five. divide. ال point one hundred twenty five. طيب هعمل لهم divide ازاي. لازم اعمل remove لل decimal point بتاعتنا. هنتخلص منها. هنشلها. هنشلها ازاي. one two three. three digits وهنا كمان three digits. يبقى حامل ايه? حامل times one thousand. عشان three zeros هيشلولي three. وحيحركوا لي decimal point three digits. هتبقى one hundred twenty five. طيب والديفيدند three point one hundred twenty five. هتبقى three thousand one hundred twenty five. ونعمل لها dividing زي العادية بتاعتنا اللي كنا منعملها. هناخد three hundred and twelve كلها. dividing one hundred twenty five. هنكتب طبعا هنا التابل بتاع one hundred twenty five. هيطلع علينا two. two times one hundred twenty five equal two hundred fifty. وبعدين نعمل minus. two minus zero equal two. one minus five doesn't work but one from the three will be two. the one will be eleven minus five equal six. والستاب اللي بعدها عملنا bring down لل five. بقت six hundred twenty five. ومنعملين تاني dividing one hundred twenty five. برضو من تابل one hundred twenty five. هتطلع علينا five. write five up and six hundred twenty five down. make minus. the result will be zero. so twenty five times one hundred twenty five equal three thousand one hundred twenty five. يبقى لو بيكون عندي ديسمال بحوله لفركشن ولو عندي فركشن هحوله لديسمال عشان معرفة عمل ديبايد.